اشتركوا في القناة جديد من برنامجكم الإخباري زوم سبور والبداية بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيانيا الفانتين والذي حل بالمغرب اليوم الأربع لزيارة للمغرب ووجد في استقباله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجة وتدخل هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقة المثينة بين الهيئة الدولية لكرة القدم بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم الافريقية وعقب هذه الزيارة أكد رئيس الفيفا أنفانتينو على أن المغرب يمكن الاعتماد عليه من أجل تطوير كرة القدم الافريقية كما عبر عن سعادته بالتواجد ببلد يعشق كرة القدم لمدة ثلاثة أيام سيتم من خلالها مناقشة العديد من المواضيع مع فوز لقجة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعض المسؤولين الحكوميين كما استقبله ناصر بوريطا ووزير الخارجية المغربية وزيارة الفانتينو تعد من أبرز المحطات لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي زار المغرب في مرات سابقة ونواصل أخبارنا هذه المرة بالقرعة الخاصة بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستجرى بالمغرب المنتخب الوطني المغربي وقعته القرعة في المجموعة الأولى رفقة كل من أوغاندا زامبيا والكودفوار فيما المجموعة الثانية تتكون من حفوالنيجيريا طنزانيا الجزائر والكونغو أما المجموعة الثالثة فيتواجد بها كل من الكاميرون السنغال مالي وجنوب أفريقيا ونواصل أخبارنا هذه المرة مشاهدين بدوري أبطال إفريقيا الوداد الرياضي يحقق فوزا هام على بيترو أتليتيكولا أنغولي بهدف السفر قبل ملاقات كيزر شيفس الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل الوداد الرياضي الذي تعود على الرحلات بإفريقيا أخذ رحلة مباشرة من الأنغولا إلى بورك نفاسو من أجل ملاقات فريق كيزر شيفس الجنوب إفريقي في تاني مباراة له بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الممثل الوحيد للكرة المغربية سجل هدف وحيد في مبارته ضد بيترو أتليتيكولا أنغولي سا من توقيع اللاعب أيوب الكعبي ثلاث نقاط هام للفريق الأحمر قبل أن يعود ليستقبل بميدانه فريق الوداد الرياضي مشاهدين يحتل المركز الثاني وراء حوريا كوناكري الغيني الذي حصدس أربع نقاط فيما الوداد لعب مباراة واحدة وكوناكري لعب مبارتين انتصر في واحدة وتعادل في الأخرى باقي النتائج الأهل المصري في بي سينبا التانزاني انهزم بهدف الليسوف نتيجة مفاجئة لم يتوقعها العديد من عشاق فريق الأهل المصري الذي شارك مؤخرا في كأس العالم للأنبياء بقطر نستمع لي الزميل محمد عزيز صحفي مصري وهو يتحدث عن هزيمة الأهل أمام سينبا بالنسبة لمباراة الأهل وسينبا كابتن محمد الأهل عمل مردود ضعيف جدا الأهل اللي احنا عارفينه بقوته بلعبته الكبار بإنجازاته الأخيرة انه هو حامل اللقب وتالت العالم في كاس العالم الأندية يكون دي المردود بتاعه ضعيف جدا المسلمين اللعب بطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة ولكن الثلاثة اللي في خط النص أصلا ما كان هم واحد يعني كلهم بيلعبوا في مركز واحد هو عمل كده على الأساس أنه هو درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية ولكن كل دي يعني ما يكونش هو السبب في هزيمة الأهل واحد صفر الأهل ما لعبش كرة خالص إلا في آخر عشر دقايق قرى يعني عشوائية ما فيش التزام ما فيش ضغط القرى الوقتي أساسها اللياقة البدنية والقوة والاتحام القوي الأهل كان خططه كلها متبعدة خط النص مش رابط خالص بين الهجوم والدفاع كان من نجوم المباراة يعني هو الحرس المرمش ومعه بدر بنون يعني أما ما فيش ولا هاجمة تذكر للأهل إلا في آخر دقيقة من محمد أشرف كان ممكن يجي منها التعادل ولكن الشناء وأنقذ الأهل من هدف تاني مؤكد ولكن كل النقاط وكل بيقول لك أي فرقة بتروح تنزنية في الجو الحرارة ده والرطوبة العالية بتكون يعني ما صرها للهزيمة يعني اللي يرجع بتعادل يبقى عمل نتيجة كويسة وعلاقة دائما بنتائج مباراة دوري أبطال إفريقيا الزمالك المصري تعادل مع فريق طونغية السينيغالي بسفر لمتلي فيما فريق مولودية الجزائر أرغم التراجي التونسي على التعادل بهدف لمتلي مع المستوى الترتيب حتى الآن في المجموعة الأولى فريق سينبابي بست نقاط المركز الثاني مشارك بين فيتاكلوب والأهل المصري ثلاث نقاط في مجموعة الويداد حوريا كونكري بأربع نقاط من أصل مباراتين الويداد في الرطوبة الثانية من أصل مباراة واحدة بتلاث نقاط وكيزر شيفز بنقطة واحدة من أصل مباراة فيما بيترو أتليتيكو سافر نقطة حتى الآن في المجموعة الثالثة ساندونز تلاث نقاط مباراة واحدة شباب الويداد بنقطة واحدة فيما التراجي التونسي في صدارة مجموعة بأربع نقاط من أصل مبارتين في المركز الثاني مولودية الجزائر بنقطتين والزمالك المصري بنقطتين في المركز الثالث فيما المركز الأخير طونغيت السينغالي وننتقل للشأن المحلي فريق رجال رياضي يستقبل يوم غد بداية من السابعة والنصف فريق اتحاد طنجا ضمن مؤجلة الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم فريق رجال رياضي سيدخل هذه المباراة هنقص من كل من اللاعب بن حليب والشاكر فيما الشكوك متواصلة حول إشراك اللاعب متولي الذي أجرى الحصة التدريبية الأخيرة رفقة النسور لكن بشكل انفرادي وفي باقي مباراة البطولة الاحترافية الجولة التامنة حيث فريق الجيش الملكي يستقبل شباب المحمد يوم الجمعة القادم فيما المغرب الفاسي يلاقي المغرب التطواني المغرب الفاسي للإشارة فانتهى عقده رفقة جريندو وتعاقد مع المدرب جاموندي فيما المغرب التطواني بدوره ينهي ارتباطه مع المدرب بالحمر وتعاقد مع المدرب بيدرو بن علي الذي قريب من الفريق فيما أقادر بدوره هناك شكوك حول مصير المدرب مونير شبيل بالفريق بعد سلسلة نتائج السلبية سيلاقي فريق نهضة الزمام اليوم السبت فيما برشيد يلاقي سريع واتزم يوم السبت بداية من السابعة والنصف وسريع واتزم انفصل عن مدربه يوسف رتوت ورقصة المدربين متواصلة وقد تعصف بمدربين آخرين في الجولة المقبلة أولمبيك آسف يلاقي الفتح الرباط الذي يجدد التقى في مدربه مصطفى الخلفي يوم الأحد بداية من الثالثة زوالا فيما اتحاط ننجة سيلاقي فريق مولودية وجدة يوم الأحد القادم بداية من الخامسة والربع للإشارة فمولودية وجدة استعاد كل من صابر الغنجاو وكذلك كريم هاني إضافة إلى آدم النفاتي الذي عاد رفقة المجموعة بعد تلقيه العلاج بمركز محمد السادس بالرباط بالمعمورة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والدفاع الحسن الجديد سيلاقي رجاء يوم الأحد بداية من السابعة والنصف بهذا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء مدجيز مهن بروح رياضية